دلوقتي تعالوا بقى مع حضراتكم نروح على العالمين الجديدة مع زمنا كريم بيبرز ونعرف اخر اخبار المهرجان اهم الفعاليات النهاردة ابرز التفاصيل واخر الكلام عن العالمين الجديدة النهاردة ايه مع كريم بيبرز صباح الفل يا كريم صباح الخير يا محمد صباح الخير يا منا صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر وما زلنا مستمريين في متابعة مهرجان العالمين الجديدة في نسخيته التانية الفعاليات الحقيقة ما توقفتش سواء كانت الفعاليات الثقافية الفعاليات الترفيهية الفعاليات الرياضية وكمان من اهم الفعاليات الرياضية دي الحقيقة هي الالعاب المائية وكمان الالعاب الهوائية تتكلم على الـ Paramotor اللي لسه مستمر زي ما هو تتكلم على Skydiving تتكلم كمان على البطولات الرياضية المهمة جدا جدا اللي بتقام الحقيقة على الملاعب اللي دم إنشأها على البحر مباشرة تتكلم على كرة السلة اللي ما زالت مستمرة ويمكن من أهم الحاجات في كرة السلة كانت استضافة ذوي الهمم اللي لعبوا الحقيقة بطولة كرة السلة على مدار يومين وكان من أهم الحاجات اللي تتكلموا فيها الحقيقة هي فكرة أن هما الأول مرة يلعبوا خارج الصالة المغطاة وبيلعبوا على الهوى وبيلعبوا في الهواء الطلق وبيلعبوا الحقيقة على البحر دي كانت من الحاجات المؤفرة جدا جدا اللي هم كانوا مبسوطين بيها وشكروا الحقيقة كل الجهات المسؤولة عن توفر لهم الملعب ده في حد ذاته على الشط كمان بالإضافة لده لسه كرة الطائرة مستمرة على مدار الأيام بشكل عام وأول مبارح ومبارح كمان كانت مستمرة البطولات الخاصة بكرة الطائرة فإحنا نتكلم على كرة الطائرة بنتكلم على البسكت بنتكلم على كرة القدم كمان نازلت البطولات مستمرة في الويك أند لكن الحقيقة أن الفعالات ما بتختصرش على الحاجات الرياضية بس لكن فيه كمان مسرحية الشهرة اللي كانت بتعرض في المسرح الجديد اللي تم إنشاءه في المنطقة الترفيهية الحقيقة أنه مسرحية الشهرة تعرضت على مدار 3 أيام 5 وجمعة وسب وبالإضافة لذلك هيتم استمرار المسرحيات دي لحد آخر الشهر ولحد مع المهرجان كل ويك أند هيكون فيه مسرحية مختلفة فنتكلم كمان على اليومين دول يمكن من أهم الفعاليات اللي هتكون موجودة هي فكرة الفرق الفنون الشعبية اللي بتكون موجودة فيه المنطقة الترفيهية وموجودة كمان فيه الممشى السياحي وبالإضافة لده كمان الحقيقة جاري التجهيز دلوقتي لمهرجان نبتة للأطفال وبيتم تجهيز الخيمة وبيتم تجهيز المكان لا يكون فيه العروض والفعاليات المختلفة بتاعة الأطفال فيه المنطقة الترفيهية ده كمان بالإضافة للفعاليات الخاصة بالحفلات الحافلات الموجودة في اليقارينة لرامي جمال حضرناها الجمعة. الحقيقة انه كمان في انتظار حفل مهم جدا الأسبوع القدم أو آخر الأسبوع ده وهي طبعا حفل عمر دياب النجم الكبير وهتكون الحقيقة الفعالية من أهم الفعاليات الموجودة في اليقارينة ده بالإضافة للفعاليات كمان اللي هتكون موجودة في المسرح الروماني من مسرحيات ومن فعليات ثقافية مختلفة ومع استمرار كمان الحقيقة توافد الطلاب اللي بيقوا من الجامعات المختلفة بيجوا من اسكندرية بيجوا من نوفية بيجوا من الشرقية في غير رحالات اليوم الواحد اللي بتقدمها وزارة الشباب والرياضة كل الفعاليات دي الحقيقة لسه مستمرة في مهرجان العالمين في نسخته التانية وأكيد هنتابع مع بعض على مدار الأسبوع والحد نهاية المهرجان الفعاليات دي برجع لكم مرة تانية كل شكرا لك زمننا كريم بيبرس بيعمل لنا تغطية يومية لمختلف الفعاليات يعني بجد كتيبة قناة الأولى هناك في العالمين الجديدة تغطية على مدار الساعة صباحي ومسائي بيحكولنا كل التفاصيل بياخدونا كده وبيلفوا بينا في العالمين الجديدة وكأننا موجودين معاهم كريم بيبرس كل شكرا لك